بسم الله الرحمن الرحيم اللوصة مرة أخرى إذن الآن إن شاء الله نحاول أننا نقوم بالدراسة للآخر فقرة إن شاء الله عندنا في هذا الدرس هذا وهو تأثيرات الميكانيكية والفقرة العنوان ديرها جرد التأثيرات الميكانيكية فهم؟ إذن هذه الفقرة أساسية وأساسية جدا لماذا؟ لأنه دائما في أي تبرين أو في أي متحان ما غضي ندرسنا التأثيرات الميكانيكية دير واحد الجسم مؤثر على واحد جسم آخر مؤثر عليه فلا بد أن نقوم بتحديد التأثيرات تحديد التأثيرات الميكانيكية فلا من كلش أنني نقوم بالحل للتمرين أو للحل للواحد المسيحان أو للحل للواحد المشكل إلى ما استطعت أنا نقوم بعملية تحديد التأثيرات الميكانيكية اللي بطبيعة حالك نسميهه الجرد الجرد هي التحديد تحديد التأثيرات الميكانيكية المطبقة على بعض الأجسام أو المجموعة من الأجسام إذا هذا الجرد فهو بطبيعة الحال بطريقة عشوائية فهذا الجرد يمشي بثلاثة الخطوات الأساسية الخطوات هذه إذا مشيت إليهم فأنت لا تخطأ إن شاء الله تحديد تأثيرات الميكانيكية المطبقة على بعض الأجسام بطريقة جيدة وبسيطة أما إذا مشيت بطريقة عشوائية فأنت ممكن تخطأ أو لا تنسى شيء تأثير لا تحسبوش لا تحسبوش في التبرين إلى آخر لهذا دائما حاول أنك تمشي بثلاثة الخطوات اللي سأعطيك دائما سير فدنا جادة و ستنجح في تحديد التأثير الميكانيكي اللي أنت مهتم به يلا راحت معي إذا دائما من أجل تحديد التأثيرات الميكانيكية المطبقة على جسم أو مجموعة أجسام يجب علينا ماذا تبع هذه الخطوات الخطوة الأولى هي ماذا هي أولا تحديد شو معي تحديد المجموعة تحديد المجموعة المدروسة تحديد المجموعة المدروسة بكل بساطة المجموعة المدروسة بكل بساطة المجموعة المدروسة هو الجسم الذي أريد دراسة التأثيرات الميكانيكية المطبقة عليه هذه هي المجموعة المدروسة بكل بساطة أو التعريف العربية بالدرجة دينا إذن أنا مغندرت واحد المشكلة في الميكانيكة مثلا فنقوم بتحديد تأثير الميكانيكي ولكن نحدد تأثيرات الميكانيكية بالنسبة لأي جسم إذن هذا الجسم اللي أنا مهتم باش نقوم بالدراسة لتأثيرات الميكانيكية المطبقة عليه وهو اللي نسميه هنا يا ماذا المجموعة المدروسة ناخد واحد الميثال إذن لنفس أريد مثلا أنك مثلا في التبرين أو لا في واحد سؤال في الامتحان طبعا أنك تقوم بجرد القوى المطبقة على الميمساحة إذن طبعا في الحال في الحالة هذه في نظر شكونا هي المجموعة المدروسة يعني شكونا هو الجسم الذي أريد دراسة تأثيرات المطبقة عليه وش هي اليد لا هي ماذا هي الميمساحة لأنه في السؤال طبعا أني نجرد تأثيرات المطبقة على من على الميمساحة إذن الميمساحة هي ماذا هي المجموعة المدروسة إذا الممساحة هي المجموعة المدروسة هو الجسم الذي أريده دراسة التأثيرات المطبقة عليه إذن هدفه المجموعة المدروسة نأخذ مثل آخر مثلا بحيث المجموعة المدروسة هو واحد للعنصر أساسي وأساسي جدا بحيث أنا إلى خطأت في تحديد المجموعة المدروسة فالمراحل اللي جايلت حيث يكون لغاية تجيني خطأ لأن المجموعة المدروسة قصني ضروري أركز بها مزيلا إذن لنفسها في شيء سبري مثلا تطبني أنني نقوم بتحديد تأثيرات ميكانيكية المطبقة على الصندوق إذن في نظركم شونا هو مجموعة المدروسة طبعا الحال هو ماذا هو الصندوق لأن الصندوق هو الجسم الذي أريده دراسة تأثيرات المطبقة عليه لنفسها أنك أخطأت وقدرت الخيط بطمئك الخيط أرى ولو أعدي قيوان مطبقة أكثر بطمئ؟ قيوان مطبقة أخرى بحال مثلا الخيط تطبق عليه القوة ماذا؟ تأثير ديال ليد ويصندوق قيوان مطبقة أخرى ليد لا فهمتوا الاختلاف ممكن يكون؟ يعني أنك إلا جبت المجموعة المدروسة خطأ فانت في تحديد تأثيرات ديالك يخرج لك تأثيرات ميكانيكية أخرى إضافية أو لا ممكن تأثيرات أخرى ممكن لديك عندك وكاينة في الحالة الأخرى إلى آخرك همتوا الفكرة؟ إذن فانت لا بد أنك تركز في السؤال لأنه انطلاقا من السؤال مثلا ممكن تحدد المجموعة المدروسة إلا قال لك أجرد تأثيرات ميكانيكية مطبقة على الممساحة إذن مجموعة الممساحة إلا قال لك أجرد تأثيرات ميكانيكية المطبقة على الصندوق إذن مجموعة المدروسة هي الصندوق إلا قال لك أجرد تأثيرات ميكانيكية المطبقة على الخيط إذن مجموعة المدروسة هو الخيط إلا قال لك أجرد تأثيرات ميكانيكية المطبقة على الكرة مثلاً في الميتا رياضة تنس المجموعة المدروسة وهو الكرة المدرب حتيتها إلى تحديد المجموعة المدروسة أرى المراحل الجاية في تحديد التأثيرات اللي فتفضلك خاطئ بطبيع تحديد لك القيوة أو التأثير خاطئة لم أعرف على أمتلك تحددها فالأسئلة سيتخدرك في طبيع حالها في الطبيعة الخاطئين لا من ناحية الحساب لا من ناحية تحديد الأمور نشوفه في المستقبل ان شاء الله. اذا دائما نعود نكرر المجموعة المدروسة هو الجسم الذي اريد دراسة تأثيرات ميكانيكية المطبقة عليه. هذه المجموعة المدروسة ماشي السلام عليكم كالخسار عاروكم اجيبه من رأسي بل كنت نستنتجها من السؤال شنو تطبني من سوى ندرس تأثيرات ميكانيكية المطبقة على من. اذا اذا عرفت تأثيرات ميكانيكية المطبقة على من او لذاك الجسم يبغي ندرس تأثيرات اللي مطبقة عليه. فانا ممكن طبيعي الحال نستنتج المجموعة المدروسة ديري بشكل سهلس وسهل جدا. هذه من ناحية. اذا المرحلة الاولى هي تحديد المجموعة المدروسة. المرحلة التانية هو ماذا؟ هو تحديد التأثيرات عن تماس. تحديد التأثيرات تحديد التأثيرات عن تماس. اذا هذه هي المرحلة التانية. كان مشي للجسم او للمجموعة المدروسة ديالي بحال مثلا للميمساحة الى اخرى. كان مشي لها وكنشوف شو لهم التأثيرات عن تاماس المطبقة عليها. في الحالة ديالي بطبيعة. الحال هي ماذا? هي ليد. لان اليد كتدير واحد تأثير عن تاماس. شو؟ بالنسبة للميمساحة. اذا هذه هي المرحلة التانية. كان مشي كنشوف المجموعة المدروسة ديالي وكنقلب على قاعدة تأثيرات عن تاماس المطبقة على هذه المجموعة المدروسة. ما كان قولنا تأثيرات عن تاماس يعني الامور التي تأثر عليها وهي في تاماس معهم. هم سوى الفكرة؟ اذا هذه من ناحية. هذه هي المرحلة التانية. بينما في المرحلة التالية مثلا كنديرو او لكن بحثو على تأثيرات عن طبيعة الحال عن بعد. اذا هم ثلاثة ديال المراحل الاساسية دائما لكي نتعمل لها. لكي نقوم بعملية الجرد او بعملية تحديد التأثيرات الميكانيكية. مفهم؟ اذا امسلها تدير البعض التأثيرات وبطبيعة تأثيرات هنا مختلفة عن بعضها البعض. هنا مثلا تأثير ديال مثلا الميضة اللي ينزل من الطائرة. فبطبيعة الحال هو ينزل الى الاسفل لان الجاذبية تجذبه. مفهم يعني آآ الجمعة المدروسة هو الميضة اللي ينزل من الطائرة. وتأثيرات اللي آآ مطبقة عليه فهناك تأثيرات عن تامس ما كيناش. ولكن قدروا قلوب مثلا الرياح تؤثر على هذا الميضة اللي فهو تأثير عن تامس. لان الرياح بينها ما بينهو بين الجسم نقط مشاركة اذا فهو تأثير عن تامس. وايضا هناك تأثيرات عن نبض بحال متلا تأثير الجاذبية. اللي كي آآ يجذبوا الى الارض بفهم. وطبيعة الحال آآ آآ هاد المراحل هذو بتلاسة بهم. الى انا احصرمتهم فانا ما عديش لقام مشكلة بتحديد تأثيرات ميكانيكية ديالي. اما الى ما احصرمتهمش. قد نبقى مشكلة بطريقة عشوائية. هذا يؤثر على هذا هذا لا يؤثر هذا هذا. تفضل. تفضل جاء من بعد في الاسفل. فهي حتى هي كت. كنخطأ فيها. بسبب ان الاسئلة فهناك علاقة مع بعضها البعض. هذا هو آآ الاساسيين في الميكانيكرا دائما كنت ترى ان الاسئلة آآ عندها علاقة مع بعضها البعض. سؤال تولى عنده علاقة مع الثاني. التاني عنده علاقة مع الثالث. الى اخر. الى آآ كانت لبداية دي السلسلة ديالك خطأ. في الاجابة اذا آآ الباقي تاوة سيكون عندك خطأ. بفهم؟ آآ بتوفيقنا نشوف المثال تطبيقية بعد قليل آآ مع السلامة.